دكتور أحمد البليدي أستاذ طب الأطفال كلية طب الأصلين بنتسئل سؤال كتير قوي أنا ابني عنده حسية صدرية وبياخد علاج مزمن بخاخات ماشي عليها وبعض البخاخات دي فيها كورتزون هلا وقف العلاج لأسماءة الكورتزون بيوطي المناعة الكلام ده صح وغلط يعني الكورتزون بيوطي المناعة لما يكون بيتاخد بالفم أو بالحؤن لمدة طويلة لأمراض معينة لكن بالنسبة لمرضى الحساسية على وجه الخصوص لازم يتعالجوا كويس ولازم الحساسية بتاعتهم تتزبط ببخاختهم سواء فيها كورتزون أو ما فيهاش حسب كل حالة اللي بيحددها الطبيب وجميع الأمراض المزمنة تستمر تاخد علاجها لأنه اللي بيوطي مناعة في الأمراض المزمنة في المرض اللي مش متزبط كويس بتكون المناعة أسوأ من المرض المتزبط فمريد السكر أزبط السكر مريد الحساسية الصدرية أزبط الحساسية الصدرية خد علاجك اللي هيديهولك الطبيب ما توقفش العلاج من نفسك لو سمحت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة